موسيقى يا حبابي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا موليد برج العزراء النهاردة ان شاء الله القرية العامة بتاعت برج العزراء لشهر نوبمبر سهر 11 هنشوف القرية على جميع المستويات الصحة والمال والعمل والعاطفة تعال نشوف باقي احوالك ما تنسوش تضغطوا لايك برج العزراء ولو كنت احد جديد لما سمحت اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد يلا نبدأ نشوف برج العزراء على جميع الاسعادة ان شاء الله الشهر ده بسم الله برج العزراء برج العزراء تخليني ابدأ بالعمل والمال ونشوف احوالك شايفة برج العزراء البعض منكم تاب الشهر وممكن ما يكونش من دلوقتي انت سابه بقالك فترة بس انتسبته لانه في حد في النص فتن بينك وبين مديرك في العمل حصلت فتنة فانتسبت الشغل ومشيت بس ان شاء الله جيلك فرصة تانية وجيلك عرض يعني في فرصة تانية في عرض هيتقدم لك في الشغل ان شاء الله في عرض جديد بيتقدم لك هيكون عندك ان شاء الله انفراجات حلوة الناس بقال في الشغل بتاعهم في انفراجات حلوة في ابواب نجاح هتكون يعني هتطرب باب برج العزراء الفترة دي في تطور هتحاول تعمل حاجة تطور فيها في شغلك تاخد تدريب تدرس حاجة المهم انه هيكون عندك مكاسب حلوة في الشغل وكأنه يعني هتتعزز شعبيتك الفترة اللي جاية دي في الشغل يعني هتثبت نفسك وهتثبت ذاتك لو عندك قضية او حاجة كانت متجمدة ومش عارف عنها اي خبر فان شاء الله هتكون لصالحة لو في قضية هتكون لصالحة كمان النص التاني من الشهر ممكن تقابل ايه مسئولية كبيرة في الشغل او حاجة تربكت بس ان شاء الله هتعدى على خير لانه في فرص حلوة اه الشهر ده وفي نجاح اه باهر ليك يا برج العزراء الفترة اللي جاية دي ان شاء الله في اه امور حلوة هتثبت معك في الشغل هتكون مرتاح البعض من المواريد برج العزراء كأنك بتمارس هواية كنت بتحبها او بتغير حاجة في الروتيني يومي بتاعك شايفك بتعمل تسوية في امر ما او بتتفق او يحد بيقدملك عرض اتفاق على شغل جديد او مشروع جديد كمان اه خد بالك برج العزراء اه من الناس المنافقين اللي حواليك ما تحاولش اه تصدق حد ما تحاولش اه يعني تدل امان قوي اه خد بالك بس شايفك ان شاء الله هترجع تساتر على الامور تاني الفترة اللي جاية دي وهيكون عندك اه نجاح في اعمالك والامور هتبقى مشى معاك اه افضل من اه الاول ان شاء الله البعض منكم في عنده مصروع جديد هيقدم فيه او هيدخل شراكة مع حد فيه فرصة حلوة اه في الشغل بتاعك يا برج العزراء كمان بص كده عندك فارس العملات شايفاتك يا برج العزراء كاله اللي قلقك اه ماديات انت هتشتغل وهتحاول اه تبزل اقصى جهدك في الشغل الفترة اللي جاية علشان عايز تأمن مستقبل مالي شايفة ان الفلوس اه شغلك قوي وهي مصدر اساسي في القلق بتاعك يا برج العزراء بس ان شاء الله يكون عندك اه نمو مالي حلو واستثمار حلو كمان للفلوس اه اه كأنك بتخطط تشتري حاجة تمثلك يا برج العزراء بيت اه يعني عربية في حاجة كده كأنك بتحط هدف وعايز وصاله هتنجح هتنجح ان شاء الله بس خد بالك من التفاصيل يعني اعمل دراسة جدوة لكل حاجة واعمل تفصيل لكل حاجة وان شاء الله اه في فلوس حلوة هتديلك في عندك اه اه مكافئات اه لو انت في شغل في زيادة في المرتب في ترقية للناس اللي هم فعلا على رأس العمل بس محتاج اه مقابل ده ان انت تشتغل بجدية اكتر وتبزل مجهود اه اكتر شوية البعض عايز اشتري بيت يا جماعة عايز يشتري حاجة ملكه يعني ان شاء الله برضو اه تتوفق اه كمان اه شايفة برج العزرق اه انت اصرا كريم يا برج العزرق يعني انت حد كريم فبتحاول تساعد اه الناس اللي حواليك يعني سواء في الشغل او سواء في الماديات الفترة دي ان شاء الله هتحاول تحقق اه اه اقصى استفادة من شغلك الشغل اه فيه ضغط شوية بس الدنيا هتمشي بتعمل خطة عشان توصل لحاجة عايز توصل لمكافأة عايز توصل لمنطب اه ان شاء الله هتتوفق علاقتكم في الشغل الناس عرقس الشغل هتكون مستقرة اه كمان اه كأنه البعض منكم عايز يشتغل يعني يعمل حاجة تجارية او يعمل شركة في شغل او في حاجة مبنية على اركام وحسابات في دماغك او تدير حاجة الفترة اللي جاية برضو ان شاء الله هتتوفق فيها برج العزراء طيب برج العزراء خليني اه ادخل على اه الصحة اه شايفة البعض منكم عنده قلق وارق وصداع وده بسبب التفكير البعض منكم كمان نفسيته تعبينة مش مستكر نفسيا كأنه حاسس بكل حاجة ضغط عليه فهنحاول يا برج العزراء نخرج من الطاقة دي شايفك الفترة اللي ان شاء الله تخرج منها وامورك ان شاء الله هتتحسن وهتكون للافضل بس انت حاول تخرج من الطاقة دي ما تبقاش حبس نفسك فيها حاول تخرج حاول تصلاح حاول تعمل حاجة جديدة علشان اه التفكير ده حيفضل مدايقك طول ما انت في البيت كده وقافل على نفسك اه هتكون مدايق فخليك اه يعني اه حاول تخرج من اللي انت فيه وان شاء الله الامر كلها تتعدل وجايلك اخبار حلوة باذن الله انت عندك لقيته في قب فيعني حاجات في حاجة حلوة اه هتجيلك الفترة دي على اي صعيد من الاسعادة فهي حاجة هتفرح قلبك وهتخليك عيش سعيد ومبسوط الفترة اللي جاية دي ان شاء الله فحاول ما تضايقش نفسك اخرج من اي حاجة سلبية والامور ان شاء الله هتتضبط اه كمان اه ان شاء الله الفترة الجاية هتكون علاقتك حلوة في الشغل مع الناس اللي هيكونوا حواليك لو بتشتغل في حاجة فهتبقى انت الاعلى مبيعات يعني هتبيع او هتبقى انت احسن فبطمنك يعني فاخد بلك من صحتك يعني الفترة اللي جاية دي كمان بقى خلينا ندخل على اه العاطفة شايفة اه الناس اللي متزوجين على قطةهم حلوة جدا ومستقرة ولو في واحدة او حد يعني منتظر حمل برج العزراء فان شاء الله ربنا يكرم باذن الله اه شايفة في محبة وفي عطاء اه الفترة دي من شريكة كليك اه العزاب عندكم وقوع في الحب يا عزاب وحد جديد هيدخل حياتك هيبين لك الحب وهيبين لك السعادة فانت اه اتبع قلبك و اه وانتبه كمان لاحلامك الفترة الجاية برج العزراء اه بصد كده عندك الكوين في كب فانتبه لاحلامك هيكون عندك حاجة ان شاء الله تبصرك هتشوف رؤية هتشوف اشارة هتشوف علامة في حاجة خاصة بحياتك اه يعني اه العاطفية وان شاء الله اه تكون حلوة اه الشخص اللي ممكن يدخل حياة برج العزراء ممكن يكون الشخص ده برج الجوزاء او السرطان يعني انا او الدال هقول لكم كده على الابراج اه طول ما احنا فيا كأنك بزلت كل حاجة والامور ما كانتش للبعد على ما يرام بس ان شاء الله الامور هتبق يعني هتبدأ ترجع تزبط تاني كمان الشخص ده ممكن يكون برج اه من الابراج اللي المائية سرطان او عقرب او حوت بس في حب في علاقاته في بدايات جديدة في بدايات جديدة بصوا كده الايت اوف كب الناس اللي انفصلوا في طرف تالس يا جماعة في حد في اللي عليك او ما كانتش حلو معي بينك وبين الشريك بصوا طاقت الندم والحزن والقلم اللي هو فيها الشريك ومفاصلين ندمان او بصوا حزينه مباصص على كل الذكريات اللي كانت بينك وبينه ولكن هيرجع يقدم عرض هيرجع يقدم عرض وبرضو في حد جديد هيدخل حياتك سواء كنت من منفصل او العزاء شخص جديد اه كمان بأكد للمتزوجين في خسوبة وفي حمل ان شاء الله الفترة اللي جاية علاقاتك العاطفية هتتحسن في حب جديد هيدخل حياتك اه الحب ده هيدعمك هيحسسك بالحب فعلا وحسسك بالمشاعر الايجابية هيكون بيحاول يبين لك كل حاجة حلوة عشان تكون سعيد او عشان توافق ترتبط بيه ان شاء الله فاخد بالك الفترة اللي جاية وزي ما قلتلك انتبه كمان على اه احلامك هتبين لك حاجات كتير الفترة اللي جاية دي ان شاء الله اه كمان اه شايفة انه الشريك ده هيحاول يعني هيكون فعلا بيحبك حب حياة هكون في فرصة حلوة يعني لبعض منكم هيكون الارتباط ده فرصة وهتكون فرصة حلوة فحاولوا ما تضيعهاش من ايديكم اه بس اه الشخص ده هقول لكم كده شوية مصافات عليه في حد ممكن يكون هيزر او هو اصلا في حياتك ثواني كده لقا هو الحد ده في حياتك بصوا بقى الناس اللي في ناس الناس اللي انفصلت الشخص ده انت فصلت عنه لانه كان بطيء في ردة فعله بمعنى تطلب بالحاجة او تتكلم معاه في الحاجة مش بتلاقيه واخد خطوة ايجابية مفيش خطوة ايجابية كان واخدها اه مش بتلاقيه كده ماشي على يعني انت تكون مثلا بتتكلم في حاجة وتلاقيه هو ادماهو بيرد في حاجة تاني فانت معجبكش الحال ده مفروض ان هو يكون معاك في السرق والدرق زي ما بنقول كده ولكن اه ده ما حصلش يعني وده خلى آآ برج العزرق آآ يولي بدهر ويمشي في حد منكو بصوا القرية ممكن تكون كمان عكسية ففي حد منكو ساب العلاقة ومشي ما كملش خط بعضك ومشيت او اخد بعضه ومشي ولكن حسس بالخسارة هو حاسس بالخسارة وآآ يا متزوجين كمان خدوا بالكم من اي مشاكل اسرية او في شغلكو انتبهوا في فترة الجاية المنفصلين هو حاسس بآآ بانه هو ما كانش يجدير بيك او ما كانش على قد المسئولية هو حاسس حصل توتر كتير واسرع كتير في العلاقة دي وكنت انت دايما مضغوط على طول مضغوط يعني في ضغوط مستمرة بس هو حاسس بالهزيمة من ناحيتك لما خسرك آآ كمان آآ شايفاء انه البعض منهم كان حد مستفز بيستفزة وده خيب عندك الامال والطموحات اللي انت كنت حطيتها عليه فانتهى كل شيء بس انت شايف البعض بمواليد برج العزرق عندهم امل ان الشخص ده يرجع وهيرجع آآ يعني املك آآ في محله شخص ده زي ما قلتلكو آآ ممكن يكون حد من الابراج المائية كمان آآ ممكن يكون برج الدم ظاهر قوي شوفتك انت بقى خدت بعضك ومشي ماشي مش آآ اه خدت بعضك ومشيت آآ هتتنقل آآ الاعلقة دي كمان في الرجوع هتتنقل من وضع الوضع للبعض القليل حيرجع للعلاقة دي بس يكون فيها سلام ويكون فيها وقام آآ وهو عارف آآ خطأه يعني فهيكون فيها التعامل بالعقل اكتر آآ انت اصلا يا برج العزرق ما تحبش حد يضايقك واستحملت كتير يعني تحاول تبد عن اي تعقيدات تحط شروط من الاول عشان تكون الدنيا مرتاح آآ الشخص ده ندمان قوي حاسس بحيرة وندم كتير البعض منكم ممكن تكونوا مفصلتوا بسبب الفلوس او بسبب المادة ما موفاش معاك بالتزام معين بحاجة تخص الماديات وده خلا برضو كأنه على جهاز على حاجة في حاجة كانت خاصة بالفلوس برضو كانت متسببة في الانفصال او كان بقى لكم فترة كبيرة مرتبطين ومفيش اي ما جابش اي حاجة عملش اي حاجة في الشقة او كده الشخص ده برضو ممكن يكون برج الحمل او برج التور يعني ركزوا كده انا مشي بقول لكم الابراج الناس اللي هيدخل في حياتهم حد جديد الشخص ده هيكون حكيم قوي وهيكون ميسوري الحال ان شاء الله وشخص بيشتغل بيشتغل في حاجة فمدخله داخل حاله هكون الشخص ده سخي اه مش بخيل يعني وهتدخل معا ان شاء الله عليك مستكرة الشخص ده ممكن يكون محامي مثلا او بيشتغل في حاجة في التجارة او المحاسبة في حاجة عليها عليك بالاركام وفي حاجة عليها عليك بممتلكات هو يكون مهندس او محاسب او حاجة متعلقة بالزراعة او بيدير حاجة مدير في حاجة فالشخص ده ان شاء الله هيكون حد خير عليك وحيكون يعني انت هتحس معا بالامان يا برج العزراء لان انت اصلا يا برج العزراء ما بتحسش بالامان مع اي حد ودي مشكلتك وده يعني مأخر ثباتك شوية الناس اللي لسه مرتبطوش انت عايز تحس بالامان عايز تحس انه اه انا هرتبط بالشخص ده فالشخص ده هيكون مصدر امان لي هيحميني هيرعيني هيحافز عليه وده حقك طبعا يا برج العزراء بس انا شايف الناس اللي انفصلوا قاعد بصوا كده زعلان وبيفكر وعنده امل فعلا انه يرجع يعني انت يحسسك صح لما انت تأملت انه هو ممكن يرجع وانت على فكرة قاعد بتفكر فيه زعلان برضو يعني زي ما هو بيفكر فيك انت كمان قاعد بتفكر فيه وكمان علشان اقول لكم البعض منكم علاقتهم قدرية بالشخص ده مقدر ان انت تكون معاه والانتصال ده كان قدري عشان ترجع تاني من اول وجديد عشان كل واحد يعرف امته عند التاني او يعرف غلوته عند التاني لكن في بعض العلاقات مقدر لها انها تكون مع بعض او علاقات قدريه طب خلينا ناخد كده الكهود ونشوف هتقول لنا ايه عنه اكتر ناخد عنه شوية معلومات اكتر نويات نصيحة ليك خلينا كده نشوف اللوف اورتل هتقول لنا ايه ماسك بصوا يا برج العزراء فيه فرصة حلوة هرجيلك مع الشخص ده فرصة حلوة اوكي وهيكون فيها وفرة هيكون فيها صعود العلاقة هتتجاوز كل العكبات اللي عدت بيها هتدخلوا مرحلة جديدة رجوع مرحلة جديدة العلاقة هتستعد هتاخد مكان احسن او مكان اعلى من اللي هي فيه كأنه لو مخطوبين هتتجوزوا لو مرتبطين بس كده هتتخطبوا رسمي ففيه حاجة كويسة طيب عندنا هنا الماسك انا قلت ايه في الاول قلت في حد مش كويس في العلاقة فمخلي ايه بص الشخص ده بيظهر يعني ماسك او كنع بيخبي حاجة بيخبي مشاعر بيخبي محبة بيتعامل بأسوأ بس هو من جواه بيحب البعض القلي القوي منكم اقول لكم احترسوا ان الشخص ده ممكن تكون نييته مش حلوة لا بس كنع غير الكنع ممكن تكون بيقدم كلام معصول بس هو من جواه مش كويس فبرضو نحترس وناخد بالنا اه الناس دول اللي هم مرتبطين بس كده مفيش منهم ارتباط رسمي فيحترسوا جدا جدا وياخدوا بالهم يا برج العزراء كمان عندك هنا السانجلاس بصوا بقى انا قلت ايه البرج العزراء قلت لكم هو نادم وظاهر بعيد وانت مش في دماغه وانت مش بيفكر فيك بس هو هو كده لابس ماسك يعني بيحب ومش مباين بصوا بقى سانجلاس شايفين ندارة الشمسة دي بيدور عليك بيبحث عليك اه بيرقبك بمعنى اصح يعني بصت عليك كده من تحت الندارة زي ما بنقول الصخص ده بيدور على اي خبر من ناحية ده بيسال حد بيتابعك على السوشيال ميديا يدخل على الواتساب يشوفك اونلاين ولا اوفلاين سهران ليه بتكلم مين يعني يدخل على الفيسي يدور كده فهتلاقيه بيرقبك عايز يعرف اخبارك عامل ايه وصلت الفين اه اللي شغلك بتفكر فيه ولا لا نفسه في حاجة يعرف بها خطواتك طيب بصوا كده واقعلكوا اول كارتة اهو من انا هتقلكوا دلوقت الملايكة ناخد الكروت يعني حط سؤال كده في دماغك يعني ايه يعني ايه يعني لو انت سألت هنرجع هترجعه بس مش دلوقت مش ده الوقت المناسب اللي هترجعه فيه مش ده الوقت المناسب فيه وقت مناسب اه وقت لما اه الامور تبقى افضل او تبقى احسن اه هترجعه لبعض كمان اللي بيأكد على كلامي عن ليتلي يعني مش مرجح الرجعة دلوقت مش 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 محتملة ان هي يعني تكون اليومين دور ممكن تكون ايامك جاية اه ممكن تكون الحاجة انت سألت عليها مش هتكون يعني مش هيكون من الافضل انها ترجع لك دلوقت اوكي ففتح عينك لانه فيه فورس تانية حلوة جاية فيه مفاجآت جاية لك وفيه تجارب كتير حلوة جاية هتمر بيها انت look for a sign بصوا كده زي ما قلت لكم هنا في حلم او رؤية اتشوفوها فهنا برضو الكاس بيقولك ركز على العلامات برج العزراء ركز على العلامات هتشوف بقى ريشة تسمع جملة تحصل حاجة قدامك فيه علامة او فيه اشارة ان شاء الله هتظهر قدامك هتحس وهتعرف انه انه دي اشارة من ربنا بيبصرك بيها او انه فيه حاجة حلوة ان شاء الله هتحصل في حياتك او اليوم ده ان شاء الله قريب مش بعيد اليوم ده ان شاء الله هيكون قريب فحاول ان انت يعني او متستعجلش فاهمني متستعجلش يا برج العزراء وامورك ان شاء الله كلها هتكون حلوة شايف عندك ان شاء الله فيه تثبيت في الامور ولكن ركز في حياتك متخليش كل حاجة على شخص واحد لا افتح الباب لانه فيه اشخاص تانية وفيه فرص تانية حلوة جيالك فما تفسرش نفسك في علاقة واحدة وتفكر انه لو انت سبت الشخص ده مش هيجيلك حد جديد او مش هيجيلك حد غير ولا هيجيلك ان شاء الله بس تركز فيه العلامات اللي هتشوفها ان شاء الله وكمان ان شاء الله هتشوف رأيه حلوة هتبصرك بحاجة حلوة قريب ان شاء الله برج العزراء دي كانت قرايتك العامة لشهر نوفمبر يارب تكون عجبتكم ما تنسوش بقى تضغطوا لايك ولكن تحدي جديد لو سمحت تشترك وفعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصلك باشعار ويارب تكون قراية عجبتكم واستنوا بقى ان شاء الله ان القراية المفصلة العاطفية للنص التجني من شهر نوفمبر واشوفكم على كري برج العزراء